وفي غزة احتفل الأب جبرايل كاهن الرعية وعدد من الأباء الكهنة بالقداس الإلهي وإبراز الوعدي لستة عشر شاباً وشابة بعيد السيدة العذراء سيدتي فلسطين حيث كان الهدف من الاحتفال هو تكريس حياتهم للمسيح من خلال العذراء مريم وفي عدته أشار الأب جبرايل إلى أهمية الصلاة وسط المعاناة موضحاً أن هذا الموعد يمثل علامة على حبهم وإيمانهم بالمسيح رغم الظروف الصعبة التي يمرون بها وقد عبر الأهالي عن فرحهم بهذه الخطوة التي اتخذها أبناؤهم بإشراف الراهبات والتي كان لها تأثير إيجابي في حياتهم وسط التحديات وفي ختام الاحتفال التقى الجميع لتبادل التهاني وتناول الحلوية